السلام عليكم ورحمة الله وأهلا بحضراتكم في برنامجكم كن أنت وحلقة جديدة من خير خلف حلقات خير خلف بنلتقي فيها مع بناتنا وأبنائنا المحترمين اللي بيفتحوا الأمل للآباء ويطمنوهم على المستقبل ومدركين بأن عظمة الإنسان وعبقريته في وعيه وسعة علمه وإن حضارة الإنسان ورقي الإنسان في عمله وإنجازه على قد ما الإنسان يعي ويعلم يعرف مقام ومقاسه أمام نفسه وأمام سائر الخلق اللي بيتعامل معهم وعلى قد ما الإنسان بيشتغل ويعمل وينجز على قد ما يعرف مقامه أمام نفسه وأمام سائر الخلق اللي بيتعامل معهم واحد ممكن يقول لي ما الفين مقام الدين الدين والإيمان عملة نورانية لا تصلح للتعامل بين البشر وبعضهم ده إيمان إيمان بمين بالله ده دين دين لمين لله إذن الإيمان والدين علاقة بين العبد وبين ربه لتزكية نفسه ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه ده علاقة بين العبد وبين ربه تطهر والدين مع تعددياته في كل إنسان لأن ده منافسه بين كل إنسان وأخيه الإنسان في علاقته بربنا وطمعه في رحمة ربنا وحصنه في ظنه بالله عز وجل لكن علاقة الإنسان بأخيه الإنسان لا ده علاقة علم حتى ولو كان علم ديني ما هو فقه الفقه ديني الفقه إنساني والتفسير إنساني والكيميا والهندسة والإعلام وكل العلوم إنسانية آه ده حق المجتمع وحق الناس بينهم وبين بعضهم وكمان العمل الإنجاز ده حق الإنسان بينه وبين أخيه الإنسان إذن أولادنا من بناتنا وأبنائنا العظماء والعظيمات مدركين جيدا إن لابد من الوعي ولابد من الإنجاز والعمل عشان كده احنا اتخذنا شعار حلقات خير خلف قول الله عز وجل وقل اعملوا فسير الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون اشتركوا في القناة